وإن كان الكافرين نصيرهم قالوا ألا نستخدم عليكم ونلقكم من المؤمنين فالله يحبو بينكم يوم القياما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سليما إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسانا يراؤون الناس ولا ينكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا وما إلى هؤلاء ومن يؤمن الله فمن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من جون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل إلى النار ولن تجد له نصيرا إلا الذين تابوا وأصرحوا واعتصروا بالله وأخلصوا بيناهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يبت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعر الله بعذابكم إن شكرتم وآلتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من يهم وكان الله سبيعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرموا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ينفذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطدنا الكافرين عذابا مهينا والذين آمعوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سألوا موسى فقد سألوا موسى أخبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة ببلغه ثم انتخذوا العجل من بعد ما جاءت من المينات فاعقرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا قرقهم الطور من مينا ورفعنا قرقهم الطور من مينا وقلنا لهم أنهلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعظم في السبت وآتينا من مينا ولينا صدق الله العظيم